موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في كفر نحوم وهذا القسم عم نتكلم عن بعض تعليم المسيح في كفر نحوم أنا أمام كنيسة الروم الأرتودوكس في كفر نحوم أو تسمى كنيسة 12 رسول يمكن شايفين من الصورة فوق الباب وأيضا هاي الكنيسة تخليد وتكريم للمعجزة يقال إنه شفاء المفلوج كان قريب من هذا المكان من هذا المكان كان يسوع موجود في كفر نحوم في المجمع وفي المجمع علم عن تعليم مهم جدا قال عن نفسه أنا هو خبز الحياة قبل ما أبتدي بهذا الموضوع أعطيك خلفية المسيح تبعوه الآلاف الآلاف من الناس وطبعا كان الوضع صعب جدا إنه يبعتوا الناس يصرفوهم إلى منازلهم لأنه كتير ناس أجوا من من بعد فالرب يسوع سأل التلميذ إنه يعطوهم قالوا ما عنا بكف لكل هذا العدد الغفير فطبعا جلسوا واتكأوا وكان في غلام مع خمسة أرغفة خمس أرغفة خبز وسمكتين رب يسوع شكر وبارك السمكات وبارك الخبزات وأشبع جمهور غفير يقول كتاب إنه هاي المعجزة أشبع خمسة آلاف رجل معدى النساء والأولاد لو أردت تقول مع النساء والأولاد ممكن يصل العدد أكتر من عشرين ألف فهنا تظهر المعجزة أنه القادر على كل شيء وهو الخالق الذي يستطيع أن يشبع نفوس الناس واحتياجاتهم ليس فقط الجسدية ولكن الروحية بعد هذه المعجزة أرادوا أن يخطفوا ويتوجوا ملكا فالمسيح عرف أنه الجماعة عاوزين مش لا أي سبب آخر لأنه عرف النية عرف دوافع القلب وقال أنه أنتو يعني تبعتون على أساس أكلتم الطعام اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية ومرة أخرى قال ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله طلب من التلميذ يروح للعبر الآخر والمسيح صعد إلى جبل وابتدى يصلي في المساء في حرست عاصفة هوجاء فالمسيح جاء ماشيا على الماء وهدم وأبكت وأبكم العواصف وهذا اندل على شيء بدل على سلطانه اللهوتي أنه قادر أن يهدئ حتى الرياح بهذا السلطان ثاني يوم لما دخل رجع دخل كفر نحوم دخل إلى المجمع والناس تبعتوا وهنا علم درس مهم جدا قال في إنجيل يحنى الإصحاح السادس والآية 35 أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا يحنى البشير بحاول يظهر سمو ورفعة يسوع المسيح بحاول يورجينا مجد المسيح ويظهر أيضا لهوت يسوع المسيح فالمسيح لم يتكلم أقوال فقط ولكنه فعل أفعال والشيء الثاني في إنجيل يحنى دايما بيحضر الآيات أو المعجزات اللي كانت في العهد القديم حتى يظهر أنه المسيح يتفوق حتى على هذه المعجزات حدثت معجزات الإشباع فمثلا الله أشبع إسرائيل أو أعطاهم المن في البرية لمدة أربعين سنة الكتاب المقدس بيتكلم عن إليا لما ذهب لصور وصيداء هناك يعني بارك الأرملة وإنه الرب سدد احتياجاتها مرة تانية النبي أليشع من عشرين رغيف خبز أشبع مئة رجل وهكذا أحبائي فالله لا يتغير فعندما جاءوا إلى يسوع المسيح المسيح قال أنا هو خبز الحياة طبعا المسيح بيتكلم من الأمور العادية الموجودة في هذه الأراضي في الأرض المقدسة كفر نحوم كانت تشتهر بالقمح والحبوب أو بالأحرى كانت تصدر الحبوب وأيضا تشتهر بالمطاحن الطوحين الدقيق ففي أي مكان سواء في هذه الكنيسة أو في كفر نحوم وين كنا وين الأثرات والاكتشافات اكتشفوا طوحين للدقيق كثيرة وهنا أراد أن يعرف عن هويته وأراد أن يعرف عن نفسه أنا هو وهذه آية طبعا مهمة جدا في العهد القديم واليهود أدركوها ما القصد من وراء هذه الآية مثلا في العهد القديم في سفر إشعياء قال حينئذ تفهمون إني أنا هو والرب يسوع عندما تكلم يعني ترفعون متى رفع ابن الإنسان حينئذ تفهمون إني أنا هو فيعرف عن هويته يعرف عن نفسه بالحقيقة عدة مرات في إنجيل يحنى ذكر يسوع أنا هو فمثلا قال أنا هو خبز الحياة في يحنى 8 قال أنا هو نور العالم في يحنى 10 قال أنا هو الباب وفي نفس الإصحاح قال أنا هو الراعي الصالح في الإصحاح 11 قال أنا هو القيامة والحياة في إصحاح 14 قال أنا هو الطريق والحق والحياة في إصحاح 15 قال أنا الكرمة الحقيقية فإذا من هذه الكلمات أنا هو نستطيع أن نستشف سلطان يسوع لهوت يسوع ولكن أيضا بيتكلمها بصيغة عملية فالمسيح لا يتكلم مجرد أقوال عندما قال أنا هو خبز الحياة لقد أشبع الآلاف عندما قال أنا هو نور العالم فتح عيون العمي وعندما قال أنا هو القيامة والحياة فعلا أقام الموتى وعندما قال أنا هو الراعي الصالح هو الراعي الذي بذل نفسه عن الخراف لأنه هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم وعندما قال أنا هو الكرمة الحقيقية بالمقارنة مع الكرمة التي ترمز إلى إسرائيل هو الشخص الحقيقي ينبغي أن نثبت فيه وهنا في كفر نحوم ولسيما في المجمع قال أنا هو خبز الحياة نزعج البعض منهم من هذا الكلام وبعدين ابتدأوا يتكلموا بكلام رغم المعجزة الخارقة التي حدثت طلبوا يعني الجامع من يسوع آية مع أنه الآية أنه أشبع الآلاف وقالوا أن موسى أعطانا الطعام في البرية طبعا المسيح حتى حاب يوضح الفكرة أنه أبي اللي أعطى الطعام لكن المسيح بيتكلم عن الخبز الحقيقي كما أنه هو النور الحقيقي ثم بيتكلم من ناحية روحية هذا الخبز هو عطية الله وقال أنا أنا هو أنا هو الخبز الحي النازل من السماء فإذا بيتكلم أنه جاء من السماء فهو خبز الحياة وها هو يسوع المسيح أمام الجموع وعبر بشكل واضح ينبغي أن تأكل جسدي فعبر كيف نشترك في هذا الخبز خبز الحي الخبز النازل من السماء الخبز الواهب حياة للعالم هذا بالمقارنة مع الآية ففي معجزات يسوع المسيح بسم المعجزة آية وكلمة آية تعني علامة سيميو وهاي الآية بيعطيها بعد روحي تفسير روحي عمق روحي قالت السامرية ليسوع أعطيني لأشرب من هذا الماء مع أنه كان يتكلم عن ماء الحياة مجانا وهنا أعطنا من هذا الخبز مع أنه كان يتكلم عن الطعام الباقي للحياة الأبدية الخبز الواهب حياة للعالم فالمن اللي الله كان يعطيه كان وقتياً وبالحقيقة أنه هذا المن انتهى شيء تاني هذا المن اللي الرب أعطاه لشعب إسرائيل هو ظل ورمز لمجيء يسوع المسيح ثم هذا المن أحبائي أو تتمت هذا الموضوع هو المسيح يسوع هو خبز الحياة كما أنه هو الكرمة الحقيقية فعندما قال يسوع أنا هو خبز الحياة من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبداً أنا هو إيجو إيمي وهذه كلمة مثل ما ذكرت في البداية أنا هو بتتكلم عن يهوى أهيا الذي أهيا الموجودة في خروج إصحاح ثلاثة عندما عرف الرب عن هويته لموسى لشعب إسرائيل لأنه اسمي يهوى أو أهيا الذي أهيا أنا هو فإذن هنا نستشف بيتكلم عن لهوته هذا اللهوت المبارك وسلطانه المبارك هذا اللهوت له وجود ذاتي أي كما يقول الكتاب المقدس عن يسوع الكائن الذي كان الذي يأتي أو كما قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن والذي كان الذي يأتي القادر على كل شيء فإذن بعرف عن هويته بعرف عن ذاته أنه هذا الشخص اللي أمام الجموع هو الله الظاهر في الجسد شيء تاني الخبز هو طعام الجميع طعام الأغنياء وطعام الفقراء لكل الشعوب فإذن هذا الخبز من أكل من هذا الخبز يحيا إلى الأبد فالخبز هو قوام الحياة هو السند فهو فعلا القوام الحياة الذي يشبع النفس والجسد والروح في شخصه المبارك من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعتش أبدا هي دعوة فالمسيح يدعو الناس إلى شخصه المبارك هذه الدعوة عندما تأتي إلى يسوع المسيح هو الذي يشبع حياتك وعندما تشرب من المسيح أنهار مياحية تفيد من داخلك ينبع إلى حياة أبدية فإذن هذه الآية بتتكلم عن الخلاص الخلاص الكامل وهذه الآية بتتكلم عن عطية وبركة الحياة الأبدية مش بس الشبع في هذه الحياة ولكن الأهم شبع الحياة الأبدية وهذه الآية بتتكلم عن ضمان الخلاص أنه الشخص الذي يقبل إلى يسوع كما قال في نفس الإصحاح من يقبل إلي فلا أخرجه خارجا من كفر نحوم أنا بحب أدعوك اليوم يسوع بيقدم لك دعوة أنك تيجي لعنده وهو أثبت وبرهم عندما قال أنا هو خبز الحياة أشبع الكيان وأشبع الحياة بالكامل فهل تريد الحياة الأبدية؟ صلي قل لي يا رب اقبلني لمجد اسمك ترجمة نانسي قنقر